حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أرسل لي أحد الأحبة هذا الخبر العلمي والحقيقة أنا قرأته على عدة مواقع خبر غريب جدا ولأول مرة يكتشف العلماء أن هناك أشياء جوهرية تحدث بعد الموت وهذا البحث رسالة إلى من ينكر الحياة بعد الموت رسالة واضحة أحبتي في الله أنا أقرأ الآن من موقع ساينس ديلي البحث منشور من قبل جامعة إلينوي في شيكاغو بـ 23 مارس 2021 يعني دراسة حديثة جدا تقول أن جينات الزومبي تنبض بالحياة في الدماغ بعد الموت يعني هناك جينات تتشكل وتنشأ وتنشط بعد أن يموت الإنسان طيب أنتم كيف تقولون أنا قبل أن أقرأ الدراسة أخاطب المشككين والملحدين الذين يدعون أن الموت هو شيء نهاية وانتهى الأمر وبتوقف دماغ الإنسان وقلبه انتهى كل شيء كيف تفسرون هذه الظاهرة؟ هناك جينات ونحن نعلم أن الجين هو الشيفرة وراثية مسؤول عن شيء معين يعني لون العيون له جينات خاصة شيفرة وراثية خاصة مثل برنامج برنامج موجود داخل هذه الخلايا أيها الأحبة يحدد لون الشعر طول الإنسان استجابته المناعية لشيء ما كل هذه موجودة في جينات الإنسان أو ما يسمى يمكن أن نسميه الشيفرة الوراثية ولكن أفضل أن نسميه النظام التشغيل يعني هذا جزء من نظام تشغيل الإنسان طبعا أيها الأحبة هنا فقط أريد أن نتأمل هذه الصورة رسم طبعا هذا الثري دي رسم لخلية خلية عصبية انظروا هذه خلية عصبية هنا وهذه خلية أخرى تمتد منها هذه الأذرع سبحان الله وترتبط مع خلايا أخرى لها تركيب عجيب فريد يعني تختلف عن أي خلية أخرى سبحان الله مثل الأخطبوط انظروا أيها الأحبة انظروا مثل الأخطبوط لها أذرع ترتبط مع خلية أخرى هنا مثلا وخلية ثالثة ورابعة عدد هذه الخلايا في دماغنا دماغ كل واحد مننا مئة ألف مليون خلية رقم ربما يكون صادم لمن لا يعرفه في دماغك أيها الإنسان أكثر من مئة ألف مليون خلية من هذه الخلايا هذه عندما نكبرها في داخلها مدينة صناعية كاملة انتاج البروتينات والبيانات ورسائل كيميائية وتوليد الطاقة شيء رهيب جدا مدينة صناعية كل خلية وفي داخل كل خلية جهاز كومبيوتر يعني أنت أيها الإنسان في دماغك مئة ألف مليون جهاز كومبيوتر كلها تعمل أنا الآن أتحدث معكم المئة ألف جهاز هنا يعملون بتناسق رهيب جدا لكي يساعدني هذا النظام على العمل والتفكير وردود الأفعال والكلام والإبداع والفهم إلى آخرين طيب أنتم كيف تدعون كيف تدعون بالله عليكم أن هذا الدماغ يعمل هكذا لوحده أنا الآن إذا جئت بجهاز كومبيوتر ليس جهاز كومبيوتر جئت بورقة مطبوعة عليها جملة من ثلاث كلمات وقلت هذه بالصدفة صنعها الكمبيوتر يقولوا هذا مجنون لا أحد يصدقني طيب تريدوني أن أصدق أن مئة ألف مليون جهاز كومبيوتر هنا يعملون بتناسق كامل بالمصادفة هكذا إذن دعونا نكم منطقيين أيها الأحبة داخل هذه الخلايا أيها الأحبة هناك في داخل هذه الخلايا هناك نقطة صغيرة اسمها النوات صغيرة جدا أصلا هذه الخلايا لا ترى إلا بالمجاهر هذه الخلايا لا تستطيع أن تراها بعينك لأنها صغيرة جدا النوات تحتاج إلى مجهر إلكتروني عشرات الآلاف من المرات نريد أن نكبر حتى نرى داخل هذه النوات أيضا هناك نظام جيني معقد جدا جينات تصطف عشرات الآلاف أيضا نظام شديد التعقيد أيها الأحبة طيب ما قصة جينات الزومبي هذه أنا الحقيقة أول مرة أطلع على هذا البحث وأحب أن أقرأ هذا البحث معكم يعني أنا حقيقة كل بحث علمي فيه إعجازة أيها الأحبة كل دراسة علمية لا بد أن تجد فيها إعجازا يعني مثال العلم اليوم يكتشف تحدثنا في فيديو سابق عن أول صورة كونية للنسيج الكوني الحبك نجد إشارة له في القرآن والسماء ذات الحبك رأينا الصورة للحبك هذا والصورة للنسيج الدماغي متشابهتين تماما النسيج الكوني والنسيج الدماغي الآية تدل على ذلك الله يقول الله خالق كل شيء الخالق واحد هنا أيها الأحبة تقول هذه الدراسة في الساعات التي تلي موتنا لا تزال بعض الخلايا في الدماغ البشر نشطة ساعات طيب رجاء من أي ملحد ألا يسخر من الدراسة العلمية أنا الدراسة هنا صادرة من جامعة إلينوي في شيكاغو ودراسة موثقة وبالأرقام ومنشورة في مجلة سينتيفيك ريبورتز تمام قبل يعني بتاريخ قلنا التاريخ قبل قليل 23 ثلاثة الفين واحد وعشرين من أحب أن ينتقد اذهبوا وانتقدوا الجامعة التي أصدرت هذا البحث نحن ننقل ما وجده العلماء ورأوه بأعينهم طبعا الخلايا تبقى نشطة ولكن الغريب الغريب أن الجينات الزومبي هذه زاد نشاطها بعد الموت أنا هذه الدراسة حتى مفاجئة بالنسبة لي أنا أعلم تحدثنا سابقا أن الدماغ أيها الأحبة فيه مراكز السماء تبقى نشطة بعد الموت فقرر علماء الذين يشرفون أو مختصون بتجارب الموت أو قبل الموت ومنهم الدكتور سام بارنيام قرروا أن الميت يسمع ويبقى يسمع لفترة ربما طويلة أو قصيرة هو لا يعلم لأن الأجهزة لا تستطيع أن تقيس كل شيء ولكن المؤكد أن الميت يسمع بعد موته وهذا يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم موت أو قتلى بدر طيب سألني شخص قال الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور إذن الميت لا يسمع لا هناك فرق بين سمع واستمع الميت يستطيع أن يستمع ولكن لا يستطيع أن يرد ولا يتفاعل ولا يستطيع أن يحلل هذا الكلام يتأثر أو لا يتأثر به هذا الميت يسمع ويتحسر على نفسه لا يستطيع أن يفعل أي شيء هو محبوس داخل جسده أيها الأحبة سامع واستمع ما هو الفرق استمع كلنا نستمع ولكن الذي يفهم ويستجيب اسمه سمع لذلك قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون إذن السمع يتطلب الاستجابة أما الاستماع مثلاً الكافر يستمع الكافر يستمع لا يفهم شيئاً هذا موضوع سنخصص له فيديو خاصة أيها الأحبة المهم الدكتور جيفري لوب الأستاذ في جامعة جون سين علم الأعصاب وإعادة التأهيل وأستاذ في كلية الطب يقول معظم الدراسات البحثية التي تستخدم أنسجة المخ البشري بعد الوفاة لإيجاد علاجات طبعاً لأمراض مثل الزهايبر والفصام وكذا لا تأخذ في الحسبان التعبير الجيني بعد الوفاة أو نشاط الخلية بعد الوفاة يعني قبل عام 2021 العلماء لم يكونوا يهتمون بموضوع بعد الوفاة لأنهم نشأوا على نظرية التطور نظرية التطور تقول الحياة تتوقف تماماً بموت الإنسان يتحول إلى تراب وانتهى ولكن هذه الدراسات تقول لا هناك نشاط حتى في الجينات وبعد الموت طيب لماذا هذا النشاط أيها الأحبة طيب هنا يعني قاموا بتجربة محاكاة موت للأنسجة أنسجة الدماغ في الإنسان الحقيقة وجدوا يعني في هذا البحث أن 80% من الجينات التي تم تحليلها ظلت مستقرة نسبياً لمدة 24 ساعة لم يتغير فيها الشيء يعني ذات أهمية طيب الجينات معنى ذلك أنها تعمل معنى ذلك أن الإنسان يحاسب بعد الموت معنى ذلك أن الإنسان يرى ويستمع ويتفاعل ولكن لا يستطيع أن يتحرك محبوس داخل جسده لأن الجينات هي المسؤولة عن نظام عمل الإنسان أيها الأحبة فقالوا إن هذه الجينات تشارك بشكل معقد في نشاط الدماغ البشري مثل الذاكرة والتفكير ويعني أشياء أخرى طبعاً نشاطات أخرى هنا أيها الأحبة أنا أرى بأن هذه الدراسة هي إثبات يقيني على أن هناك شيء بعد الموت ينبغي أن نهتم به ما الذي يحدث طبعاً الدراسة تقول نحن لا نعلم أي شيء ولم يستطيعوا تفسير أي شيء هناك مراكز الإبصار والسمع تنشط بطريقة غريبة بعد الموت ما الذي يراه الميت لا يعلمه نحن نعلم أيها الأحبة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنبأنا ماذا يحدث بعد الموت والقرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي يفصل لك بالتفصيل اللي طويل ماذا يحدث منذ لحظة الموت النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الكافر طبعاً هو في البداية قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه هنا هنا الصحابة يعجبون هل يمكن لأحد أن يكره لقاء الله فسر لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول يعني إذا اقترب أجر المؤمن إذا جاء ملك الموت يرى المؤمن مقعده من الجنة طبعاً المؤمن عندما يرى الجنة ونعيمها لا يريد هذه الدنيا يريد أن يسرع إلى الله هو ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر فيحب لقاء الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه طيب الكافر المستهزئ المتكبر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون عندما يأتيه ملك الموت وملائكة العذاب يرى مقعده من النار والعياذ لا يريد أن يرجع إلى الدنيا لا يريد أن يذهب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه إذن أيها الأحبة هذه الدراسة والله هي دليل ما دم الموس على وجود حياة بعد الموت لذلك دعونا نعمل لما بعد الموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق